فيه فرق كبير جدا ما بين زمان ودلوقتي في بيع المنتجات زمان لما كنت تحب تبيع منتج معين أو منتجات مثلا معينة كنت محتاج انك انت تأجر أو تشتري مكان محل تبيع فيه الحاجة دي وكمان محتاج انك انت تجهز وتجهيز معين بإضاءات معينة بديكور معين وطبعا محتاج تشتغل على الترخيص بتاعة الدولة عشان البلدية ما تجيش تاخد الحاجة عن بتاعتك ومحتاج تدفع الكهرباء والمية مرتبات العاملين والليلة دي كلها وكان الموضوع ممكن يكون مكلف جدا جدا لدرجة ان في ناس كتير ما كانتش بتفكر ان هي تفتح بيزنس إلا لما يكون معاها مبلغ كبير جدا تقدر ان هي تفتح بيه لكن دلوقتي اي حد وانا بتكلم عن اي حد يقدر يبيع منتجاته باستخدام التطورات التكنولوجية اللي موجودة انا بقالي فترة شغال على منتجات رقمية ممكن تبيع منتجات محسوسة يعني مش شرط تكون منتجات رقمية يعني انا كاحمد انا مهتم جدا وفاسينيتد جدا بفكرة المنتجات الرقمية انت ممكن تبيع منتجات محسوسة يعني مثلا ممكن تروح تستورد من الصين مجات وتبدأ انك انت تبيع مثلا المجات دي ممكن تعمل مشغولات يدوية في البيت في بنات كتير جدا اخوات كتير جدا بيعملوا منتجات مشغولات يدوية في البيت يقدروا انهم يبيعوها في شباب بيعرفوا يصنعوا حاجات مثلا كتير معينة ويبدأوا انهم يبيعوها فالحاجات دي كلها مع التطور التكنولوجي دلوقتي تقدر انك انت هتبيعها بكل سهولة سواء كانت المنتجات دي ديجيتال انت بتصممها على الكمبيوتر وبتبيعها نسخة ديجيتال انت مش بتبيع منتج محسوس زي ده لا ده انت بتبيع مثلا منتج زي كتاب الكتروني زي مثلا دليل زي بلانر زي كذا زي كذا وغيرها يعني على سبيل المثال انا من فترة عملت منتج الكتروني اسمه منتج رقمي اسمه دليل او موجهات الذكاء الاصطناعي موجهات الذكاء الاصطناعي دي بتفيد الناس كتير جدا في انها تستغل الذكاء الاصطناعي استغل الاستغلال الامثل وكان فيها اكتر من 14500 موجه ذكاء اصطناعي باللغة الانجليزية واللغة العربية وناس كتير جدا استفدت منه طب أنا استفدت منه في إيه؟ استفدت منه إن أنا قعدت فترة أجمع في الموجهات دي ونسقها وضبطها وترجمها والحاجات دي كلها وحققت من وراها أكتر من ربع مليون جنيه تمام؟ في أول شهرين بس أكتر من ربع مليون جنيه في أول شهرين بس في أنا عشان خاطر عندي خبرة كبيرة جدا في مجال الفريلانس فعملت دليل الفريلانس كتاب رقمي عن إزاي إنك إنت تدخل مجال الفريلانس وتبدأ إنك إنت تكسب من وراها والحاجات دي كلها دليل فريلانس برضو حققت من خلاله مئات الالاف فالحاجات دي كلها أنا صممتها على الكمبيوتر وبعتها بدون الحاجة أن أنا أعمل بدون الحاجة أني أنا أعمل الحاجة أو الحاجة الحاجة أنا صعيدي وطبعا عربي فالحاجة لكن مصري أو ممكن نكلم قاهيري بدون الحاجة إلى بدون الحاجة إلى أنك أنت تصنع منتج وتخزنه وتبعته مع شركات الشحن والحوارات دي كلها لكن أنت ليك الاختيار في ناس بتحب تبيع المنتجات الفيزيكال في ناس بتحب تبيع المنتجات الديجيتال أنا من الناس اللي بحب بيع المنتجات الديجيتال طيب يا كيميا إزاي أقدر أعمل لنفسي موقع إلكتروني لأن أنت عملت موقع إلكتروني بتبيع عليه الحاجة بتاعتك دي الموضوع سهل وبسيط تقدر أنك أنت تعمل موقع إلكتروني بأقل التكاليف الممكنة الممكنة بجد يعني تكلفة دلوقتي مع تطور التكنولوجي التكنولوجيا كل ما بتتطور كل ما الأسعار بتنزل تحت فدي ميزة حلوة لنا إحنا فمع تطور التكنولوجي أنك أنت تقدر تعمل لنفسك موقع إلكتروني بكل سهولة وبكل بساطة وكمان باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وتبيع من عليه وتستقبل من عليه الأموال بتاعتك وتعرض عليه المنتجات بتاعتك وتبيع عليه المنتجات بتاعتك كلها بأبسط الطرق الممكنة والفيديو ده إحنا هنتكلم فيه عن إزاي أنك أنت تنشئ لنفسك موقع إلكتروني من خلاله تقدر أنك أنت بإذن الله تعالى تحقق أرباح كتيرة في حالة أنك أنت اشتغلت على حتة أنك تعمل منتج سواء كان فيزيكا أو ديجيتا قوي جدا يفيد الناس المنتج ده هيفيد الناس وهيعجبها إن شاء الله بإذن الله يتبع كتير وتحقق من وراء أرباح كتير فيلا بينا نبدأ وأعرفكم إزاي تبدأوا أنه كنتوا تعملوا موقع إلكتروني لنفسكم أو متجر إلكتروني لنفسكم يلا طيب يا شباب ده كده الموقع الإلكتروني اللي أنا عمله وببيع عليه المنتجات يعني عندك موجهات الذكاء الإصطناعي هنا ببيعها مثلا بـ 12 دولار وعندك الأوامر الذكية لذكاء الإصطناعي ببيعها مثلا بـ 3 دولار ومنتجات كتير أنا بعرضها هنا سواء كانت منتجات بتاعتي أو منتجات بتاعت ناس المنتج الرقمي ده بتاع زوجتي دليل الصحة النفسية وحققت من وراء أرباح كتير الحمد لله برضو بيتباع على الموقع بتاعي والفكرة في حتة إن أنا لما جيت عملت الموقع ده لما جيت عملت الموقع ده الموقع كلفني مبلغ كبير جدا لأن أنا ما كنتش عارف الاستضافة اللي أنا هقول لكم عليها كمان جوية الموقع كلفني كتير بسبب إن أنا دفعت مثلا بدفع في السنة حوالي 400 دولار أو 400 أو حاجة 450 أو حاجة دولار عشان خاطر بس الاستضافة عشان أعمل الاستضافة فقط والموضوع صراحة كان مكلف جدا جدا لكن دلوقتي وزي ما أنا قلت لكم مع تطور التكنولوجي الأسعار كلها بترخص وفي منصات كتير واحد مفروض إنه يعرف بيها عشان خاطر يعرف إيه المنصات الاستضافة الأرخص والأحسن لي فالنهاردة أنا هكلمكم عن منصة استضافة أنا كنت تكلمت عنها في فيديو فات ألا وهي هوستينجر بجد هوستينجر أنا من هنا ورايح قررت إن أنا أتعامل مع هوستينجر في الاستضافة بسبب القوة بتاعته وبسبب إن الأسعار بجد رخيصة وكمان بيتيح ليك أبشنز كتير جدا من ضمنها محركات الذكاء الاصطناعي اللي عندهم اللي بيها تعرف تعمل image generation إنك إنت تعمل صورة بالذكاء الاصطناعي إنك إنت تعمل موقع كامل ينشئ لك موقع كامل بالذكاء الاصطناعي وغيره من الحاجات كلها فهوستينجر بالنسبة لي هو أقوى حاجة أنا شفتها لحد دلوقتي وكمان أرخص حاجة في الموضوع ده عندك الأسعار قدامكم أسعار بجد غريبة جدا وراهيبة جدا يعني إزاي إزاي استضافة مثلا لموقع واحد بدولار ونص أو مثلا عشان خاطر عندك استضافة تاني بريميوم باثنين ونص دولار وبيزنس بأهل من أربعة دولار أنا اخترت البيزنس دي يا شباب عشان خاطر أنا بالنسبة لي أنا محتاج كل المزايا اللي موجودة في البيزنس أو أغلبها يعني لكن أي أن كان الاختيار اللي أنت هتختاره هتلاقي إن الموضوع مناسب جدا ليك وهتلاقيه قوي جدا جدا يعني أنت عندك إيه لو جينا بصينا هنا عندك السنجل ده موقع واحد أنت بتعمل موقع واحد لكن أنا بالنسبة لي عندي النهاردة فكرة بكرة عندي فكرة تاني بعدو عندي فكرة تالتة أصحابي عايزين يعملوا موقع فأنا هعملوا مستضافة عندي وهكذا الحاجات دي كلها فأنا أقدر إن أنا إيه أستخدم البزنس أو مثلا البريميوم عشان خاطر يبقى عندي إتاحة إن أنا أعمل ميت موقع باشتراك واحد ميت موقع يعني أنا إيه بالتلاتة دولار تمانين سنت دول ولا تسعة وسبعين سنت دول أقدر إن أنا أعمل موقع وبالتنين ونص دول دول أقدر إن أنا أعمل ميت موقع كل موقع مختلف عن التاني بدومين مختلف عن التاني وهكذا لما بتشترك مثلا في البريميوم أو في البزنس المفروض إنك إنت بتاخد دومين مجاني أيوة في دومين مجاني هنا هو وفي دومين مجاني هنا هو في السنجل إنت محتاج إنك إنت تشتري دومين خاص بنفسك فأنا شايف إنك إيه تخليك مثلا في حاجة في البريميوم أو البزنس أنا بالنسبة لي البزنس ده التوب بالنسبة لي يعني تمام عندهم مراكز بيانات معنى مراكز بيانات دي ان ايه ان البيانات بتاعت الموقع بتاعك هتكون مسجلة في اماكن كتير في العالم فلو حد في امريكا فتح الموقع بتاعك هيعمل لود هيفتح الموقع بسرعة عشان خاطر فيه مراكز بيانات في امريكا لو حد في اوروبا برضو تمام لو حد في الشرق الاوسط برضو تمام لان هو فيه مركز بيانات قريب من هنا امريكا اللاتينية برضو نفس النظام اسيا نفس النظام وهكذا فمراكز بيانات كتير جدا وعندهم حلول كتير جدا 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 والمفاجأة بقى عشان خاطر نوفر عليكم موضوع واحد يقول لي اه كم ياه طب معلش يعني انا دلوقتي مثلا اخترت الخطة دي اللي هي ايه اللي هي تلاتة دولار تسعة وسبعين سنت مثلا وكده يعني فانت محتاج انك انت ايه يعني ادي تلاتة دولار اهيه تقدر انك انت تشترك مثلا تمانية وربعين شهر 24 شهر 12 شهر شهر واحد كل ما بتدفع شهور اكتر كل ما السعر نفسه على الشهر بيقل تمام وبتعمل انشاء حسابك وبتدخل بقى ايه الحاجات دي كلها ووسائل الدفع بقى لما نيجي نخش على وسائل الدفع هنا بتلاقي ان الموضوع فارق معاك بقى في حتة ايه في السعر اللي انت بتدفعه يعني هو هنا حطط لك خطة 74% الخطة دي دي اللي هي ايه 48 شهر 48 شهر يعني كم 4 سنين اه فا المهم لو انت مثلا جيت شوفت شايفين الرقم ده شباب بصوا الخطة 48 شهر بمية واحد وتمانين في اربع سنين انا كنت بدفع في السنة حوالي 450 انت متخيلين السعر دلوقتي في بقى ايه قسيمة شراء لو انت عندك قسيمة مسلا او كوبون كوبون خصم بيديك خصم كبير جدا اه اللي هو الخصم الكبير جدا هنا هو والخصم اللي انا هدهولك الايل بس شغال يعني الخصم اللي انا هدهولك هو تكتب اي كيميا ماشي وتعمل كده السعر هينزل من مية حاجة وتمانين لمية حاجة وستين دولار يعني هتوفر لك حوالي عشرين دولار كمان ودي حاجة كويسة جدا جدا في وسائل الدفع بقى لو انت عندك بيزا كارد بتدفع بها اونلاين شغال عندك باي بال شغال عندك جوجل باي شغال عندك مثلا اي كوين جيت معرفش اي كوين جيت ده تقريبا عملات رقمية وحاجة زي كده شغال لكن لو ما عندكش اي حاجة من دول لو انت موجود في مصر هتلاقي فيه option تحت هنا كده اسمه الدفع عن طريق فوري تقدر انك انت تشترك وتروح لاي كوشك فوري او اي مكانة فوري تدفع من خلالها وشكرا كده معلم انت تبدأ على طول فانا قريدي عملت اشتراك وكله تمام فخليني اعمل بس تسجيل دخول هنا اهو اوكي هعمل تسجيل دخول ونخش على طول نعمل مع بعض الموقع الالكتروني الخاص بينا انا دلوقتي ايه عملت تسجيل دخول تسجيل دخول هنا هو ماشي ومختار البزنس ويب هوستنج تمام وعمل قريدي موقع الالكتروني اسمه فخلينا ان ندخل على كلمة مواقع الالكترونية لو انت اشتركت في البزنس او في البريميوم هيمتاح ليك انك انت تعمل اضافة لميت موقع هنا فخلينا اعمل مثلا اضافة موقع وبعدين بختار كلمة وورد برس دي مهمة جدا جدا عشان خاطر نعمل موقع الالكتروني ونحط عليه الوو كاميرس وهشرح لكم الوو كاميرس دي اثناء الفيديو تمام بتختار اللغة بتاعة الموقع بتاعك او الورد برس نفسه السيستم نفسه اللي انت هتتعامل به لو انت بتحب تتعامل باللغة العربية اخليك في اللغة العربية انا بفضل للغة الانجليزية وكده يعني وبتحط هنا مثلا كلمة مرور فخليني مثلا اختار ايه اختار الانجليش لانجويج اوكي فين الانجليش يونيتد ستيت هنا تمام وخلينا مثلا نختار اختار ايه 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 نوع الموقع الكتروني اللي انت عايز تبنيه عندك بقى options كتير جدا هل انت مثلا عايزه متجر الكتروني ياس او ممكن تعمل مدونة لو انت عايز تعمل مدونة محفظة خدمات اخرى الاعمال والخدمات فخلينا اختار ايه متجر الكتروني تمام وبعدين بدوس next اقدر ان انا اعمله باستخدام ال ai تمام اوصف له المنتجات اللي انا عايز اعملها او اختار اه مثلا حاجة من دول اوكي فخليني مثلا اشوف حاجة تنفع لكميا انا شايف ان ده شكله لذيذ انا هحدد ده اوكي فاختار ده الاضافات الموصبة بها بص الدنيا هنا سيمليس جدا سيمليس يعني سهلة جدا هو بيقول لك انت عايز تعمل ليه متجر الكتروني طب خد الاضافات دي هي اللي هتنفع لك زي مثلا ايه الوو كاميرس الوو كاميرس ده هي الاداء اللي من خلالها بتعرف تعمل ادارة للمنتجات بتاعتك على الموقع نفسه فالموضوع هيكون مفيد جدا جدا ليك لما تختار مثلا دي وكده يعني فانا هاختار طبعا انا هسيب كل الحاجات اللي هو محددها هخليها موجودة وانا شاف ان هو كده تمام وندوس التالي لان الوو كاميرس عندي اهم حاجة فيهم ومهم جدا ان احنا نختار اسم الدومين تمام بس انا ايه مش عايز اختار اسم الدومين دلوقتي فانا هاختار حاجة اسمها استخدم الدومين مؤقت لكن انت مهم جدا قبل ما بتبدأ انك انت بتكون عارف ايه الدومين نيملي اللي انت هتختاره للمتجر الكتروني بتاعك وانا اقترض مثلا كيميا كيميا شعب مثلا او ايا كان البراند اللي انت هتسميه اللي هي المنتجات الرقمية بتاع المنتجات بتاعتك مش رقمية فقط يعني تمام منتجات فيزيكال او ديجيتال يعني فانا هتخدم الدومين المؤقت ماشي والدولة يونيتد ستيتس لكن انت طبعا هتختار مصر لو انت في مصر او غيرها وكده يعني واندوس التالي ودلوقتي هو بيعمل تثبيت للورد برس وانس ان هو عمل ايه تثبيت للورد برس وخلاص الدنيا كلها تمام نبدأ ان احنا ساعتها نقدر نشتغل على الموقع بتاعنا بكل سهولة واعرفكم ازاي تضيفوا المنتجات بتاعتكم على الموقع لما اقول تضيفوا المنتجات بتاعتكم لو انت منتجات ديجيتال فانت بتضيف الملف اللي هيحمله الناس لما يشتروا المنتج الديجيتال بتاعك لو انت بتبيع منتجات فيزيكل وانت طلب مثلا مج او غيره فانت ساعتها هتحتاج انك انت تصور المنتج صور حلوة ووصف بقى المنتج والحاجات دي كلها وترفع الصور على الموقع وده كله هنشوفه بعد ما يتم التثبيت الحالي للورد برس هل يا كيميا اقفل على بال ما يتم التثبيت الورد برس هو البروجرس او كده يعني عالي او سريع مش بطيء يعني ولا حاجة فانا ممكن دلوقتي اشغلكم واقولك اه انت بتفرجع الفيديو ده وصلت لحد هنا عملت رايك ولا ما عملتش اوكي يا شباب بعد ما عملنا انستولنج او تثبيت للورد برس بالاضافات اللي احنا اخترناها او هوستنج الرشاح لنا ده كده الموقع بتاعنا تمام بقى شغال وكله تمام يعني ادي الموقع هو نقدر نغير فيه كل حاجة نقدر نغير فيه الصور نقدر نغير فيه نوع الخط لون الخط اللوجو بتاعنا نقدر نغير فيه المنتجات المعروضة وغيرها يعني ادي مثلا ايه هو حاطط لك هنا هي فكرة الثيم او الثيم اللي هو بيختاره لك بيختار لك ثيم اكتر حاجة تعجبك ايه حاجات اللي انت محتاج تركز عليها في الثيم عشان قاطر تسهل الامر على نفسك بتختار مثلا اللي اوت بتاع المينيو ده وبتختار تقسيم الصفحات يعني مثلا عندي هنا ادي كده ايه تقسيم الصفحة دي بالشكل ده وطريقة مثلا عرض المنتجات زي ما انت شايف مثلا كده وتدوس مثلا view all هتلاقي بقى ايه المنتجات كلها هنا مثلا وهكذا فده كده ايه شكل الموقع بتاعنا لكن احنا محتاجين نزبط فيه ان احنا نرفع مثلا عليه المنتجات الخاصة بينا فتعالوا مثلا ايه نبص على اول ما بتدخل بتخش ادي النظرة العام اهي ده المكان اللي انت هتشوفه بعد ما بتعمل تثبيت والدنيا كلها بتخش على كلمة لوحة المشرف اللي هي ايه الادمن كنترول تمام او الادمن بانل ده كده من جوه الورد بريس من جوه ماشي اتحول انجليزي لان انا مختاره already انجليزي هوستينجر تقدر انك انت تتعامل عليه عربي زي ما انت عايز او انجليزي لو انت حابب لكن انا هنا ايه هاختاره مثلا ايه انجليزي زي ما انتم شايفين او اختارتوا انجليزي فمحتاجين ان احنا نخش نزبط كام حاجة كده من ضمن الحاجات اللي انا مثلا محتاج ايه ازبطها الو كامرس بادخل على الو كامرس هنا وبعمل سيت اوب ماي ستور اوكي فخليني ادوس اا سير اب ماي ستور هنا اا بعد ما بتدوس سير اب ماي ستور بتبدأ انك انت تزبط كل حاجة بقى ايه في المدجر الكتروني الخاص بي ام ام هنا بقى ايه في اختيارات ام just starting my business i'm already selling فخلينا مثلا اختار ايه i'm just starting my business وندوس على continue ده الستور نيم مسلا هخليها مثلا ايه مثلا كيميا شاب اوكي اا وي الاندستري بقى ايه المجال اللي انت تشتغل في ايديوكيشن and learning اوكي المكان هخليها مثلا ايه United States Minnesota لان انا عايش هناك في ولاية التلج وادوس على continue اا الاضافات اللي هي موجودة دي ممكن اصيبها تكون لذيذة وكده يعني ده كده احنا بنتعامل على وو كاميرس جوه الورد بريس جوه الهوستينجر تمام وخدت بالكم الموضوع بالجد في غاية السهولة ادي عندي ادي الو كاميرس اهو وجايب لك بقى ايه الحاجات بالتفصيل يعني جايب لك طيب اا انت خلاص عملت customize the store add your products get paid كذا كذا والحاجات دي كلها ماشي فget paid عندك وسائل دفع كتير جدا تقدر انك انت تختار منها تقدر انك انت ايه الناس تقدر تدفع بالفيزا بالابل باي بكذا بكذا تقدر انك انت تفعل paypal payments تقدر انك انت تفعل amazon pay لو انت مثلا موجود في حتة فيها amazon pay وهكذا يعني تمام فخليني قبل ما روح على الحتة دي انا عايز اروح على اهم حتة احنا محتاجين نشتغل عليها الا وهي اضافة المنتجات فان عندي الو كاميرس اهيه تحتها على طول فيه كلمة products بتهبر على كلمة product وبتدوس على كلمة add no طب افرد يعني ايه تاهت منك شايفك علامة الزائد اللي فوق دي علامة الزائد اللي فوق دي تقدر من خلالها تعمل كده نو تمام هتعمل بوست ولا ميديا ولا بيج ولا ايه هنعمل برادكت بتدوس على كلمة اد برادكت ولنفترض مثلا انا هبيع دليل الفريلانس اوكي دليل الفريلانس هنا طبعا ايه تقدر انك انت تعمل الحاجات العربي والانجليزي براحتك ادي دليل الفريلانس اهو ماشي وهنا بقى ايه بتحط الديسكريبشن ان شورت وهنا الديسكريبشن الكبيرة فخليني مثلا اثار الشورت ديسكريبشن مثلا كده ادي long description تمام وبعدين محتاج ان انا احط ميديا البرادكت اميج من هنا هاي دوس على برادكت اميج فانا هعمل select file واختار مثلا ايه البرادكت اميج دي وهنا بقى ايه لو انا عندي جالري يعني عندي جالري يعني ايه جالري يعني عندي مجموعة من الصور للمنتج مثلا فانا هختار اربع صور احطهم كجالري للمنتج بتاعي بكل سهولة كده ماجي انت متخيل انت في خلال اقل من ساعة تقدر تعمل setup للمتجر الالتروني بتاعك وترفع عليه المنتجات بتاعتك طبعا لو عندك منتجات كتير فالموضوع هياخد منك وقت كبير وهكذا يعني وترفع عليه كل حاجة وتقدر انك انت في نفس اليوم تعلن عن اطلاق الموقع الالتروني بتاعك ودي حاجة في غاية الروعة ادي عندي الجالري اهو تمام هنا بقى ايه بالنسبة بالنسبة الحاجات دي بقى في غاية الهم ايه بص بقى البرادكت داتا ماشي الجنرال البرايس بتاعه كام ولنفترض مثلا انا احط البرايس ستة دولار اوكي بس خلينا نخليها بالعربي الاول ستة دولار اوكي افرض انا عايز ادي خصم مثلا معينة وعايز اعمل offer هخليها مثلا خصم خمسين في المية تلاتة دولار يبقى سيل برايس عندي تلاتة دولار طيب المنتج بتاعي physical ولا digital لو physical انت مش محتاج تشك على ال virtual حاجات ال virtual دي تمام او فانا هخليها لكن انا عشان خطر المنتج بتاعي digital فانا هخليها ايه virtual كده طيب virtual كده يبقى انا هنا فين بقى downloadable file هيقول لك بقى ايه ارفع بقى ايه downloadable file فانا اختار مثلا افترض مثلا ارفع مثلا ايه ملف ال pdf بتاع دليل freelance وخليه هنا ادي عندي ملف ال pdf اهو ارفعه بكل سهولة يبقى انا عندي كده ادي الملف اهو موجود ماشي والinventory الinventory دي برضو مهمة جدا الinventory دي معناها المخزون اللي عندك اديه بالنسبة للمنتجات ال digital فانت عندك مفيش مخزون عندك ان شاء الله حتى مليون واحد يشتروا المنتج الرقمي بتاعك هيفضل موجود تمام هو in stock تمام والquantity بقى ماشي ولنفترض مثلا الquantity اللي موجود ده لو منتج مثلا physical انت عندك مثلا مية من دي مية مثلا من المجده طيب انا عندي مية يبقى انا احطي هنا ايه مية كل ما المنتج الرقمي ولنفترض مثلا ايه في خمسة اشتروا المنتج ده هيبقوا خمسة وتسعين لوحدهم تمام اوتوماتيكلي ماشي اه طبعا ايه تقدر تعمل ما عرفش ايه الحاجات دي كلها فالموضوع بيبقى في غاية السهولة وكده احنا عملنا تعالوا نعمل كده كده احنا عملنا ايه بابلش للمنتج بتاعنا اول منتج تعالوا نتفرج على المنتج شكله عامل ازاي ودي كده معانا يا شباب اول منتج رقمي خاص بينا دليل الفريلانس اهو تمام ودي الصور بتاعته اهي زي ما انتم شايفين كده منشين الصور بتاعت الدليل وكمان الوصف بتاعته زي ما انتم شايفين كده الموضوع في غاية السهولة انا كده عملت الموقع وعملت المتجر الالكتروني بتاعي وزبطت الدنيا وكله تمام طبعا الحاجة اللي انتم ممكن تكونوا محتاجين تشتغلوا عليها الا وهي ازاي هتستقبل اموالك تقدر انك انت هتكوننكت بوابات الدفع الالكتروني يعني انا عمل كوننكت لسترايب عشان الناس تدفع بالبيزا كارد سواء كانت في مصر برا مصر في اي حتة وعمل كوننكت لبيبال كنت عمل كوننكت لبيبال وقفلته لكن عمل كوننكت لفوري فوري عشان الناس تعرف تدفع تشتري المنتجات بتاعتي من مصر فانت تقدر تعمل برضو كوننكت لفوري تتواصل معهم وتقول لهم انا عندي موقع الكتروني ماتجر الكتروني وعايز اعمل كوننكت والحاجات دي كلها تقدر انك انت تعملها تقدر انك انت ما تعملش الستاب لبوابات الدفع خالص وعايز مثلا اللي يكلمك بس انا ما بقيتش افضل الطريقة دي يعني اللي عايز يشتري مثلا المنتج بتاعك طبعا هو بيشوف الموقع الكتروني وكل حاجة وبتحط مثلا رقم التليفون بتاعك عشان خاطر يبعث لك مثلا عن طريق محفظة الكترونية او انستا باي او اي ان كان الدفع يعني بس انا بفضل ان الدنيا كلها داخل الموقع تكون automated يعني ايه مميكنة او مؤتمتة اوكاي ان ايه الدنيا كلها الواحد يدخل العميل يدخل على الموقع يتفرج على المنتجات بتاعتك ويشتري المنتج الرقمي او المنتج الفيزيكال باي شكل من الاشكال بالطريقة بالوسيلة الدفع اللي تناسبه من خلال الموقع وكده ايه شكرا وسلام عليكم وكله تمام طبعا دي بقى محتاجة الورد بريس فيها خفايا كتير جدا وحاجات كتير جدا وحاجات متخصصة اوي بس انا شرحت لك بشكل عام ازاي بكل سهولة خلال اقل من ساعة تعمل متجر الالكتروني نفسك وتضيف عليه المنتجات بتاعتك ويه ما تنساش ان هوستنجر هو افضل استضافة انا جربتها ويه ارخص استضافة انا جربتها وبصراحة حاجة في غاية الروعة ما تنساش في خصم اسمه اي كيميا اي كيميا اي كاي اي ام واي اي هيديك 10% بالاضافة اللي 74% اللي انت هتاخدها لما مثلا ايه هتشترك في الباقة اللي هي 48 شهر او كده يعني بس يارب يكون الفيديو افادكم ولو وصلت لحد هنا قل لنا خلصنا الفيديو للاخر يا كيميا وما تنساش اللايك بيفيد جدا في انتشار الفيديو وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته